السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب تانية سنوي ان شاء الله في الفيديو ده هنراجع مع بعض الدرس التاني بعد ما خلصنا مراجعة الدرس الاولاني وعرفنا انواع التغذية التغذية الزاتية ومقدمة كده سريع عن التغذية الغير زاتية ودرسنا مع بعض تركيب الشعار الجزرية وفهمنا امتصاص المياه والاملاح المعدنية النهاردة ان شاء الله هنفهم ونشرح كل تركات درس البناء الضوئي وهنفهم كمان تركيب الورقة والدرس ده يعتبر مراجعة يعني هنجيب فيه كل الافكار معنا هنشرح افكار جديدة كمان ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا كده تعالى سريعا نعرف ايه هو اصلا تعريف البناء الضوئي هي عبارة عن عملية بيتم فيها تحويل المركبات البسيطة مركبات بسيطة زي مين زي سنوكسيد الكربون زي المية زي الاملاح بقدر ان انا دخلهم في النبات يعني اللي هو ذات التغذية بيقدر ان هو يدخلهم في مجموعة من التفاعلات اللي بيقول عليها البناء الضوئي ويطلع لي بين ويطلع لي الجلوكوس فده التعريف طيب الطاقة بتتحول من اين الطاقة بتتحول من الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية بنخلي بالنا عشان خطر اللي اجابها لك في سؤال بيقول لك اسناء عملية البناء الضوئي بيتم تحويل الطاقة من ايه الى طاقة ايه يبقى طاقة ضوئية ايه اساسي اسمه اصلا بناء ضوئي الى طاقة ايه الى طاقة كيميائية طيب مين محول الطاقة مين المادة او الحاجة اللي بتكون موجودة في النبات بتحول الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية هي الكولوروفيل الكولوروفيل اللي هو اللي بيقدر انه يحول الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية طيب مين الكائنات اللي بتقدر انها تعمل بناء ضوئي عندي النباتات طبعا الخضرة مش كل النباتات النباتات الخضرة لان انا عند الهلوك والحمول من النباتات اللي هنبتقدرش تعمل بناء ضوي لانها كائنات متطفلة بتتطفل على كائنات تانية والكائنات التانية اللي بتتطفل عليها بقول عليها اسم العائل طيب ومعظم التحالب وبعض انواع البكتيريا بكتيريا زي مين؟ بكتيريا الكابريت الخضراء والارجوانية اهي اللي قدامنا دي كده والي استخدرها مع العالم فانيل في اثبات التجارب بتاعته لما كان او لما جيه وضح لنا ان الاكسجين المتصاعد كان مصدره المي هنعرفها الحتة دي ان شاء الله في الفيديو ده طيب بقول لك تحدث سعامية البناء الضوي اساسا في اوراء النبات طيب هي بتحصل يعني بالاساس كده في اوراء النبات حيث توجد غالبية البلاستيدات الخضرة طيب لما جيه اسألك وقول لك مين هو المكان اللي بيحصل في البناء الضوي هتقول لي الاوراق طيب لو قلتلك ليه عشان خاطر بتحتوي على بلاستيدات خضرة طيب ليه برضو البلاستيدات الخضرة لانها بتحتوي على القلوروفيل اللي بيحاول الطاقة الضوئية إلى طاقة كميائية ولكن قد تحتوي للانسجة البرانشيمية لصيقان النبات أيضا على بلاستيادات خاضرة المساهمة بكادر بسيط في عملية البناء الضوي لأنها بتحتوي على انسجة كولورانشيمية طب تعالنا نفهم إيه كلمة انسجة كولورانشيمية دي بص أنا عندي الانسجة البسيطة النبات يعني بيكون فيه نوعين من الانسجة انسجة بسيطة وانسجة تانية مركبة الانسجة المركبة دي مش عايزها في حاجة اللي هي مين الخشب و اللي حاجة انا عايز بس افهم ايه الانسجة البسيطة دي الانسجة البسيطة تلات انواق او النوع معايا اسمه النسيج بارانشيمي النسيج البرانشيمي عبارة عن خلايا هي تخضرة خلايا حية فيما بينها مسافات بينية دي كده شكل الخلايا بتاعت النسيج البرانشيمي ده منظر او كطاع عرضي ممكن اقول عليه قاف عين وده قاف طه يعني قطاع طولي فتخلي بالك برضو لو جاب لك مسلا سؤال ولك ده قاف و نقطة عين كده او قاف و نقطة طه ده معناها قطاع عرضي وده معناها قطاع طولي فده قطاع عرضي للخلايا نسيج البرانشيمي عبارة عن خلايا حية بيكون فيما بينها مسافات بينية طيب المسافات البنية دي بتاعته بتاعت التهوية او بينها التنفس ماشي الخلايا دي ممكن تحتوي على بلسيدة الخضرة فاكيد هتعمل بناء ضوي ممكن ما تحتويش على بلسيدة خضرة زي مثلا البشرة العليا والبشرة الصفلية او اكيد مش بتعمل بناء ضوي دي بلو فيها بلسيدة خضرة بتعمل بناء ضوي ما فيهاش بلسيدة خضرة يبقى بتعملش بناء ضوي طيب النسيج التاني هو النسيج الكولانشيمي المسافات البنية بيترصف فيها مين؟ بيترصف فيها سيلولوس وده بيدي للنبات ايه؟ بيدي للنبات مرونة بيدي للنبات المرونة وإحنا عارفيني ان السيلولوس ده بيحب المية يعني مادة غروية وكمان بيكون موفز المية علشان كده النسيج الكولنشيمي ده بيكون نسيج حي فلما يجي مثلا نسألك وقولك أنا عايز مادة بتحب المية وتعد المية يعني محب للماء ومنفز للماء هتقولي السليلوس السليلوس محب للماء ومنفز للماء طيب النوع التالت معاه من النسيجة البسيطة هو النسيج الكولنشيمي النسيج الكولنشيمي بيعباره عن خلايا من الخارج بيترصب مين؟ بيترصب السليلوس ومن الداخل لا بيترصب مادة اللجنين غير منفذة للماء وبالتالي بتكون غير حية ليه بسبب وجود اللجنين والجنين دي مادة صلبة غير منفذة للماء الطيب اللجنين غروية ام ikke غروية لا ماده غروية يعني غروية زي المندية ك wolfie طيب لو جيتوا سألتك مثلا قلتلك أنا عايز مادة بتحب المائة وغير منفزة للماء كنا نوع نشاج القولانشيمي النسيج الكولورانشيمي هو نوع خاص من النسيج البرانشيمي يعني خلايا بتكون ايه خلايا بتكون حية بتلاقي خلايا كده حية بس بيكون فيها مين بتحتوي على كلورو في ال طيب بيكون موجود فين بيكون موجود في سيقان النباتات العشبية بسيقان النباتات العشبية بس انا عندي السيقان بتاعت النباتات بقسمها النوعية في سيقان بقول عليها سيقان عشبية سيقان نباتات عشبية وبرضو لها اسم تاني عشان خطر لو حبي يلعب لك في الالفاظ ولا حاجة اسمها برضو سيقان نباتات حولية يعني ه حولية جاي من كلمة حول يعني سنوية او مثلا نقول عليها نباتات موسمية موسمية يعني بتعيش موسم واحد طيب فهي النباتات العشبية هي النباتات الحولية هي النباتات الموسمية ماشي الثقام بتاعتها بيكون ايه بيكون لونها اغضر ماشي اللون بيكون اخضر ليه لانها بتحتوي على نسيج كلورانشيمي نسيج كلورانشيمي طيب هجم اسألك سؤال مثلا انzusagen وقولك هو الملوخية ثابت صاك الملوخية وساك البقدونيس صاك البرسيم بيقدر ان هو يقوم بالبناء الطاقة الضوائية. طيب ما بينتص الطاقة الضوائية يبقى اكيد بيقدر يحول الطاقة الضوائية الى طاقة كيميائية. الى قدامين ده ده الكولوروفيل اللي بيكون موجود داخل نسيج الكولورانشيم. طيب عند سيقان تانية اسمها سيقان خشبية. سيقان خشبية. دي زي مثلا الشجرة القدامي دي كده. شجرة اللمون شجرة الفيقس. الاشجار المعمرة بقول عليها الاشجار المعمرة. دي بقى بتقعد اكتر من سنة. كمام? السيقان دي بتحتوي على حاجة اسمها الفلين شايف انت الاشجار اللي مبورة دي اسمها خلايا فلينية في الخلايا الفلينية دي بتبقى خلايا ميتة. بيترصف فيها مادة اسمها السيوبرين. السيوبرين دي مادة غير ممفزة للماء ومش غراوية. فلما اجو الك مسلا مادة ولا بتشرب المية ولا بتعديه خلص يبقى مين السيوبرين. يبقى ايbsيسط المادة التالتة معي. وردو زيها مين الكوتين? الكوتين غير محبة للماء وغير منفزة للماءividades historiide محبة للماء объ 1400 مدة محبة للماء وغير منفزة الماء اللي هو الجنين مدة ولا محبة لو الماء ولا منفزة الماء يبصى سيوبرين والكيو تيم صيقان نوعين عشبيا او صيقان خشبايا فهي كرى ثانيا لقد هناك شيء الموجه في الخشبايا عشان كده تديم بناء ضوئي طيب انما السيقان الخشبية عندها حاجة مش بتكون موجودة عند السيقان العشبية وهي مين الخلايا الفلينية اللي بتكون مترصف فيها السيورين طيب نيجي بعد كده لتكوين البلاستيدا الخضرة البلاستيدا الخضرة احد عضيات الخلية النباتية دي كده مثلا شكل خلية نباتية اهيت خلية نباتية ربما�로 خلية نباتية بيكون جواها كل العضيات بقى الفجوة العسرية الجدال الخالية من بال غشاء خالوي ريب اصوم جهاز جولجي دي كلها عضيات بتكون موجودة جوا الخلية النباتية طبي نحن الدرس بتاعنا ده بتكلم على البنايات الضوية هو البنايات الضوية يحصل فين بيحصل داخل البلاستيدا الخضرة فناخد البلاستيدا الخضرة لنبتد ان احنا ن عنقر براها ونشوف تركيب البلاستيدا الخضر طيب ده شكل البلاستيدا الخضرة بس قبل ما تشوف الشكل دى تعالى نشرحها كده على ورق بيضة كده البلاسين الخاضرة بتبقى على شكل عدسة محدبة عدسة ايه محدبة ليه بتكون على شكل عدسة محدبة ده كده زي اعرحلة كده علشان تزود مساحة السطح المعرض لامتصاص الطاقة الضوئية هي وظيفتها ايه وظيفتها انها تمتص الطاقة الضوئية طيب والتانينا عليز tests مساحة السطح المعرضة ايه لامتصاص الطاقة الضوئية طيب بتتكون من غشاء رقيق مزدوج الهشاء رقيق مزدوج سمكه بيكون 10 نانو متر السمك الجدار ده بيكون 10 نانو متر ناشي بعد كده بيكون جواها النخاع او الارضية دي اسمها ارضية ارضية مين البلاستيدا الخضراء او بقول عليها نخاع او لها اسم تاني اللي هي السيتروما دي كلها اسم مين اسم البلاستيدا اسم المادة اللي بتكون موجودة في ارضية البلاستيدا الخضراء سيترومة يبقى لها اسم ارضية البلاستيدا الخضراء نخاع البلاستيدا الخضراء سيترومة البلاستيدا الخضراء بتتكون من ايه بتكون من مواد بروتينية ملونة ولا مش ملونة لا بتكون عديمة اللون يبقى بتتكون من مواد بروتينية عديمة اللون حبيبات النشا حبيبات النشا عبارة عن بوليمر بوليمر يعني حاجة كبيرة كانت جاية من مونيمر تاني اسمه الجلوكوز يبقى انا عندي النبات بيعمل بناء ضويل بالاسل الخضراء بتعمل بناء ضويل فبتبني مين؟ فبتبني الجلوكوز فكل ما تكون جلوكوز اكتر هتكون لي مين؟ هتكون لي نشا اكتر طيب وظيفة النشا طبعا هو بيتخزن عشان خاطر لو ما فيش غزاء او ظروف مش مناسبة ولا حاجة بتبتدي انها تروح على النشا دي تكسرها وتحولها الى جلوكوز واستخدم بعد كده الجلوكوز ده في انتاج الطاقة والتخزين طيب بيكون جواها دي ايه؟ حتة كده ايه؟ دي ايه؟ فلما اجي مسألك وقولك ايه الحاجة المشتركة؟ ما بين البلاستيدا الخضراء والنواة هتقول لي اللي اتنين بيحتووا على دي ايه؟ طيب يعني كده الحاجة المشتركة بالبلاستيدا الخضراء والنواة اللي اتنين بيكون فيهم دي ايه؟ طيب في سؤال كويس جدا برضه انا عارف ان البلاستيدا الخضراء هي احد عضيات الخلية يعني حاجة من مكونات الخلية فممكن ايجي اسألك سؤال ويقولك انا ممكن اعتبر ان البلاستيدا الخضراء دي خلية مستقلة بذاتها يعني عارف انت اللي هو جمهورية جوا جمهورية خلية جوا خلية فلما اجي اقولك انا ليه ممكن اعتبر البلاستيدا الخضراء دي خلية جوا خلية هتقولي لانها عندها الدي ايه الخاص بيها الدي ايه اللي هو الريس اللي بيمشيها على دماغه اللي هي المادة الوراصية وبالتالي انا اقدر اعتبرها خلية مستقلة بذاتها بسبب احتواءها على دي ايه خاص بيها طيب اخر حاجة بقى بتحتوي على اصباغ الكولوروفيل ودي اهم حاجة بتحتوي على اصباغ الكولوروفيل طيب بتكون موجودة فين اصباغ الكولوروفيل بتكون موجودة داخل اقراس الجرانا دي كده تلاقي اقراس الايه الجرانا عداتهم كان بيكون حوالي خمستاشر كرس يعني دي كلها على بعضها اسمها حبيبة حبيبة تصغير حباية الحبيبة دي تكون من حوالي خمستاشر كرس طيب ليها سمك وليها كتر السمك بتاعها بيكون حوالي سبع من عشرة مايكرون والقطر بتاعها بيكون حوالي نص مايكرون طيب بنلاحظ كده ساعات ان فيه قرص مثلا من هنا بيمتد للخارج ويوصل لحد الحوايبة التانية طيب ايه الفكرة في كده علشان برضو يزود مساحة سطح المعرضة للضوء يبقى لما اجي مسلا اسألك سؤال وقولك اذكر لي ملأمتين وظيفيتين ملأمتين وظيفيتين للبلاستيدا الخضراء بيزودوا لمساحة السطح هتقول لي اول حاجة هي بتكون على شكل عدسة محدبة عدسة ايه محدبة طيب تانية حاجة هتقول لي ان هي اقراص الجرانة بعض الاقراص بيتمتد للخارج بيتمتد ايه للخارج طب عدسة محدبة لزيد مساحة السطح طب الاقراص بيتمتد الخارج ليه برضو علشان تزود مساحة السطح المعرض للضوء طيب ده كده كان تركيب البلاستيدا الخضر طيب بشكلها تعالى كده نرجع على شكلها اهوات قدي عندها غشاء رقيق مزدوج مزدوج يعني طباطين غشاء داخلي وغشاء خارجي ماشي بيكون جواها دي ان هي خاص بيها اهوات ودي الحاجة اللي بتكون مشتركة ما بين البلاستيدا الخضراء والنواع وبتحتوي على الارضية بتاعتها اللي هي النخاع او السيطرومة وكمان بيكون جواها الجرانا وكمان بيكون في حوابت دي كده ه強يسمها حوابت انشاء اللي هوا بوليمر الجولوكوس طيب بتحتوي على مين بتحتوي على الاصباغ طيب ايه الاصباغ اصباغ الكلورفيل كلورفيل الالف بيكون لونه اقدر مزرق كلورفيل بيكون اقدر مزفر والاتنين بعد بعض بيشكلوا لسبعين في المية طيب عندي الزنسوفيل اللام مع اللام الزنسوفيل بيكون اصفر ليموني دوس هونه اكتر لون بيشوف النباتات مين اقدر فسبعين في المية بيكون اقدر كلورفيل الالف وكلورفيل بي طيب مين هو تاني اكتر لون الاصفر يبقى انا عندي الزنسوفيل والكاروتين اسفر طيب اصفر ليموني ونحن بر هشك 25% بعد كده الكاروتين بقى الخمسة في المية اللي فضله يبقى انا كده معايا اربع اصبا كلورفيل الاف وكلورفيل بيه اخدر مزرق واخدر مزفر الاتنين مع بعض بيشكلوني سبعين في المية زنسوفيل اصفر ليموني 25% كاروتين اصفر برتقالي 5% طيب تركيب الكاروتين انا عند الكاروتين اللي بتكون من سي خمسة وخمسين اتش اتنين وسبعين يعني اتنين وسبعين زرد هيدروجين او خمسة ان اربعة ام جي اه وطبعا احنا عندنا الزرة بالرغم من التركيب المعقد له كله لمين للكلورفيل وده شكل للكلورفيل اهوت بيكون في خمسة وخمسين زرد كاربون اتنين وسبعين زرد هيدروجين خمس زرد اكسوجين اربع زرد نيتروجين وزرد واحدة بس ماغنيسيوم بتكون موجودة في المركز اهي زرد مركزية وبالرغم انها زرد واحدة اللي ان بيكون لها علاقة ما بين قدرة الكولورفيل على امتصاص الطاقة الضوئية يعني الزرة لما اجا اسألك وقولك من هي الزرة او العنصر اللي بيكون لي علاقة على قدرة الكولورفيل على امتصاص الطاقة الضوئية هتقول لي زرة الماغنيسيوم المركزية طيب كان في سؤال حلو برضه بيقولك بالاضافة الى القربون والهيدروجين والأكسوجين بالإضافة للكربون والهيدروجين والأكسوجين أنا بيكون عندي كم نوع أو كم زرة من المغزيات الكبرى لو قالك أنا عايز كم زرة من المغزيات الكبرى هتقول لي هم 5 زرات ليه 5 زرات 4 نيتروجين وحدة مغنيسيوم يبقى كده 5 زرات طب لو قالك كم نوع من المغزيات الكبرى هتقول لي 2 لأن النيتروجين نوع والمغنيسيوم نوع يبقى تاني لما أقولك بالإضافة الى القربون والهيدروجين والاكسوجين انا عندي كم زرة من المغزيات القبرى مغزيات القبرى اهم المغزيات القبرى اللي بيكونوا موجودين في كلمة مفاك بحنك مفاك بحنك وعدادهم سبعة طيب مين هي الميم؟ الميم ماغنيسيوم الفيه فسفور اللي بيستخدم طبعا في بناء او تكوين مركبات النقلة للطاقة الكاف الكالسيا ماشي البيه بوتاسيوم الحا حديد النون نيتروجين والكاف قلنا دي كده كده كبريت دي كده المغزيات القبرى السبعة معايا كم زرة من المغزيات القبرى السبعة؟ خمسة أربعة نيتروجين وحدة ماغنيسيوم وكم نوع هما نوعيني اثنين نيتروجين وماغنيسيوم طيب ندخل بقى بعد كعه تركيب الورق بس انا هخلي تركيب الورق دلوقتي لحد مدرس بس حاجة انا عرفت فين الارضية عرفت فين النخاع اللي هو السترومة يعني اهوت في الخارج وعرفت كمان الجرانة هدخل بعد كده على التفاعلات الضوئية ولا ضوئية لان الحتة دي مهمة لأول اخطف التركيز بسرعة كده انا عندي تفاعلات بانقسم الى مرحلتين او بتحصل على مرحلتين المرحلة الاولى وخلي بالك هما بيكونوا متتاليان متتاليان او متتابعان وربع ديان فانا اول مرحلة بتحصل معايا هالتفاعلات الضوئية تفاعلات الضوئية ماشي التفاعلات الضوئية دي بتحصل فين بتحصل في الجرانة ماشي النوع التاني من التفاعلات اسمه التفاعلات اللا ضوئية تفاعلات اللا ضوئية وخلي بالك جسمات تفاعلات لا ضوئية او لها اسم تاني اسمه تفاعلات انزيمية انزيمية طيب مين العامل المحدد لسرعة التفاعلات الضوئية هو الضوء العامل المحدد لسرعة التفاعلات الضوئية الضوء طيب مين العامل المحدد لسرعة التفاعلات الضوئية هو درجة الحرارة درجة الحرارة طيب ليه درجة الحرارة لانها تفاعلات انزيمية ليه درجة حرارة لانها تفاعلات انزيمية والانزيمات عندي بتتأثر بدرجات الحرارة عندي الانزيمات بتتأثر بحكتين درجة الحرارة والبي اتش طيب فلما ايجا اقول لك العامل محدد لسرعات التفاعلات اللوضوئية درجة الحرر هتقول لي لانها تفاعلات انزمية يعني اللي بنشطها انزمات وبالتالي لو زادت درجة الحرر caring عن الدرجة المثالية او قال كده عن الدرجة المثالية هتتقصر طيب لها اسم تاني اسمها تفاعلات الزلامة بس حاليا طريعا الاسم ده خادعه ليه لان اذا اقل لك هي تفاعلات اللوضوئية بتحصل في الزلام فقط هتقول لي لا هي تحدث في الظلام وفي الضوء عادي يعني مثلا التفاعلات الضوئية ده هي بتحصل في الضوء فقط في الضوء فقط لكن التفاعلات الضوئية ده هي بتحصل في الضوء عادي خالص وبتحصل في الظلام بس مايفرقش معايا بقى الضوء او الظلام انا اهم حاجة عندي درجة الحرارة لان العامل اللي بيكونوا حدد سوريتها درجة الحرارة طيب بتحصل فين؟ بتحصل في الستروم يبقى عندي الضوئية بتحصل في الجرانة ولا ضوئية بتحصل في السترون طيب بعد اول حاجة بتحصل ان بيكون في معايا شمس فالشمس طبعا بتديني ضوء فبيكون هنا في كده شمس الشمس بتديني ضوء فالضوء بينزل على مين؟ بينزل على الكولوروفيل كولوروفيل فطبعا الالكترانات اللي بتكون موجودة جوه الكولوروفيل بتكتسب طاقة فبتحول الى كولوروفيل نشط او كولوروفيل مصار نشط او ايه او مصار يعني بيكون عنده طاقة فالطاقة اللي جوادي انا بستخدمها او بخلصها عن طريق حاجتين اول حاجة هو ان انا بعمل حاجة اسمها شطر الماء يعني ايه شطر الماء؟ يعني بمسك المية وقسمها نصين يبقى شطر الماء بيحصل في التفاعلات الضوئية في الجرانة فبيكون معايا مين؟ يكون معايا المي فقاد المية اللي هي الـ H2 هقسمها نصين فيتصاعد مين؟ يتصاعد الأكسوجين طيب بعد كده يتفضل معايا مين؟ الهيدروجين مين اللي بيكون قاعد مستنى الهيدروجين حاجة اسمها مرافق الانزيم مرافق الانزيم او مستقبل الهيدروجين اسمه ويه؟ اسمه ناد ناد بي لما بضيف عليه الهيدروجين يبقى انا كده بعمل عاملة اسمها اختزال لما بضيف الهيدروجين يبقى انا بعمل اختزال فبيتحول الى ايه بيتحول الى ناد بي اتش تو ناد بي اتش تو ماشي طيب والجزء التاني من الطاقة انا بعمل بي ايه بستخدمه في حاجة اسمها الفسفرة الضوئية فسفرة ايه فسفرة ضوئية فسفرة ضوئية عن طريق ان انا بجيب ال اي دي بي اللواء سنائي الفوسفات بجيب بربطه كمان مع فوسفاتة تالتة عشان خاطر يديني اي تي بي يبال اي تي بي بتكون فين في التفاعلات الضوئية في عملية الفسفرة الضوئية يبال تاني الضوء بينزل على الكولوروفيل فبيتحول الى الكولوروفيل لنشط او مصائل بيكون جوا طاقة الطاقة دي بقسمها على نصين او النص بعمل شطر للماء ماشي بمزك المياه وبقسمها نصين فبيتصاعد مين يتصاعد الاكسوجين يبال ما جاء سألك سؤال ولك يتصاعد الاكسوجين في الجرانة ولا في السطروم لا في الجرانة في التفاعلات الضوئية ماشي بعد كده الهيدروجين بيكون من اللاعد مستنيه مستقبل الهيدروجين او مرافق الانزي دي اسمه مستقبل الهيدروجين ماشي اي مركب انا بحط له هيدروجيني ببالا بعمل له عملية اختزال فيديني مين يديني نات بي اتش تو طيب وعلى الناحية التانية بيحصل حاجة اسمها الفسفرة الضوئية عن طريق ان انا بجيب ال اي دي بي بربطه بال بي وبحط الطاقة فسطوم هنا كده فبيطلع لي ال اي تي بي فانا دلوقتي معايا اي تي بي ومعايا نات بي اتش تو ال اي تي بي والنات بي اتش تو الاتنين مع بعض بقول عليهم مركبات الطاقة التثبيتية مركبات الطاقة التثبيتية طيب بمين هي مركبات الطاقة التثبيتية ال اي تي بي والنات بي اتش تو باخدهم بعد كده وادخل بهم في تفاعلات في التفاعلات اللا ضوئية معي الناد BH2 هدي كده ناد BH2 باخد منه وين باخد منه ال H2 فبيتحول الى ناد B ناد B ماشي يبنى كده عملت له وين عملت هنا اجسادة يبنى لما قولك اجسادة الناد B حصلت فين هتقولي حصلت في الجرانة في التفاعلات اللضوية لكن الاختزال حصل فين حصل فيه الستروم طيب هسابت بيه مين بقى هسابت بيه ساني اكسيد الكربون يبنى كده بعمل اختزال ساني اكسيد الكربون يبقى اين يحدث اختزال ساني اكسيد الكربون بيكون في الستروم عشان خاطر يديني مين يديني الجولوكوز اللي هو C6 H12O6 بعد كم سنة بعد اربح ثواني خلي بالك بعد اربح ايه بعد اربح ثواني زائد مين زائد الماء طبعا اللي هي ال H2O يبقى يقولك اين يتكون الماء الماء تكونت في التفاعلات اللا ضوئية لكن حصلها شطر في التفاعلات اللا ضوئية يبقى الماء تكونت في التفاعلات الضوئية تفاعلات اللا ضوئية لكن حصلها شطر في التفاعلات اللا ضوئية طب الجولوكوز اتكون بعد كم سانية اتكون بعد اربح ثواني بعد اربح ثواني طيب انا هحتاج طاقة الطاقة دي مين او هجيبها منين هجيبها عن طريق ان انا بيكون معايا بحوله الى زائد بي واخد منه الطاقة استخدمها في تثبيت غاز ساني اكسيد الكربون والسؤال اللي كان جاي في التقييم يا جماعة لما قلوكم هو الشعارة الجذرية بتاخد غزائها منين هتقولي بتاخد غزائها من المواد اللي بيتم تثبيتها بوسطة سانيكسيد الكربون اللي هو من قصده على الجلوكوس هلما قل لك المواد التي تسبت بسانيكسيد الكربون اللي هو برضو الجلوكوس لكن الشعارة الجذرية ما بتاخدش الغزاء بتاعها من الاملاح اللي او المية اللي بتمتصها على طول لا ده بتمتص المية والاملاح تدخلهم بعد كده في تفاعلات البناء الضوئي فيطلع للي الجلوكوس اخد الجلوكوس ده يبقى غزاء بقى جميع اجزاء النبات طيب ناشي بحنا كده خلصنا تفاعلات الضوئية واللا ضوئية طيب سريعا تعال نراجع انا بعد ما خلصت اوصلت للمركابة الطاقة التثبيتية اللي هم مين النادبي اتش تو والأي تي بي باخدهم بعد كده ادخل بيهم في السيتروما فالنادبي اتش تو بيوصل للهيدروجين لبر الامان ماشي بعد ما وصل الهيدروجين لبر الامان باخد منه الهيدروجين بنا كده عملت له ايه عملت اكسادة بس انا عملت اختزال مين بقى اختزال لسان اكسيد الكربور لان انا بضيف عليه الهيدروجين بمساعدة الطاقة المتخزنة في الأي تي بي ماشي فبكون بعد اربح ثواني الجولوكوس زائد المية طب ايه موضوع اربح ثواني ما انا عندنا عالم اسمه ميلفين كيلفين قال لي ان بعد سانيتين بس اتكون مركب اسمه بجال من البجال اللي هو فيسفو جليسرال ضايد فيسفو جليسرال ضايد اللي هو مركب سلاسي الكربون اتكون بعد ايه سلاسي الكربون وده قال لك المركب الاول السابت علميا اللي بيكون ناتج من البناء الضوية المركب الاول الناتج من البناء الضوية ماشي اللي بستخدمه بعد كده في بناء مين في بناء البروتين وبناء برضو الدهون ماشي بداء اول مركب طب المركب ده بتكون في السوترومة ولا في الجرانة لا بتكون في السوترومة بتكون برضو في السوترومة في التفاعلات اللي ضوئية طب انا عندي بقى هو اللي بتكون بعد السنتين طب بعد اربع ثواني بعد اربع ثواني بيتكون الجولوكوز اللي هو من سداسي الكربون بعد اربع ثواني طيب انا دلوقتي لو معايا عشرة فسفو جليسرال دايت هيدوني كم جولوكوز طبعا هو ده سلاسي الكربون وده سداسي الكربون يبقى كده هيديني خمسة جولوكوز طيب انا لو معايا عشرين جولوكوز هيديني كم هيديني كم فسفو جليسرال دايت هيديني اربعي يبقى الجلوكوز بيكون ضيع في الفيسفو جليسربد بيتكون بعد اربع ثواني لكن الفيسفو جليسربد بيتكون بعد سنتين طيب بعد ما خلصنا تفاعلات الضوئية والل Matter تعانى نشوف مصدر الاكسجين المتصاعد مين اول من اوضح مصدر الاكسجين المتصاعد كان العالم فانيل فانيل أما المين العالم اللي قالنا على موضوع التفاعلات الضوئية ولا ضوئية كان العالم بلاك ماء العالم بلاك ماء طيب يبقى أول من أوضح مصدر الأكسجين المتصاعد كان العالم فانيل طيب استخدم في تجربته مين استخدم بكتيريا الكابريت الخضراء والأرجوانية بكتيريا الكابريت الخضراء طيب علل العنف فانيل استخدم في تجربه باكتيريا الكابريت الخضراء والأورجوانية لسببين اول سبب انا عايز اشوف مصدر الاكسوزين المتصاعد في عمية البناء الضوء يبقى اكيد اكيد انا عايز كائن ذات التخزيه وطبعا باكتيريا الكابريت الخضراء والأورجوانية ذاتي التخزيه يبقى اول سبب معايا هو ذات التخزيه بتاعيش في ماء البرك والمستنقاعات طيب مية البرك المستنقاعات دي بكون فيها حاجه اسمها كابريتيد الهيدروجين هي بتكون ريحتها وحشة دي مية البرك المستنقاعات معروفة ان هي ريحتها وحشة ريحتها وحشة ليه بسبب وجود كابريتيد الهيدروجين وده المصدر الاساسي اللي بيستخدمه في اختزال سانوكسود الكربون مش انا في التفاعلات باخد ال H2 بعمل لها تثبيت او اختزال سانوكسود الكربون بوسطة ال H2 طب انا اجيب ال H2 من كابريتيد الهيدروجين يبقى لما اقول لك هو ليه فانيل استخدم بكتيريا الكابريت الخضراء والارجونية هتقول لي لسببين اول حاجة ان بكتيريا الكابريت الخضراء والارجونية زياتي التغذية زياتي التغذية وعندها كلوروفيل اسمه كلوروفيل بكتيري كلوروفيل بكتيري طيب والكلوروفيل البكتيري ده ايه مميزاته انه بيكون ابسط ابسط في تركيبه ابسط في تركيبه يعني مثلا انت شفت تركيب الكولوروفيل الكلوروفيل العادي اللي هو C55 H72O5N4MG اهو ده بقى بيكون تركيبه ابسط منه فما ينفهش مثلا يعني لو اجبتلك سؤال كده في طراضي ما ينفهش مثلا ان اقولك ان الكلوروفيل البكتيري بيكون فيه 66 او 55 او حتى 60 زرية كربون لا ده بيكون تركيبه ابسط يعني شايف التركيب ده هو ابسط من التركيب ده يعني العدد الزرات اللي فيه اقل من عدد الزرات اللي بتكون موجودة في الكلوروفيل العادي طيب تاني حاجة ان هي بتعيش في مية البرك والمستنقعات ومية البرك والمستنقعات بتكون غنية بالغاز اللي بتدينا رحة وحشة دو تقول لها كابرتيد الهيدروجين طب هيفدني في ايه كابرتيد الهيدروجين هو مصدر الهيدروجين اللازم لاختزال ساني اوكسيد الكربون علشان اقدر اعمل عملية البناء الضوء طيب المعادلة سريعا كده وقال لك ان انا باخد H2S طبعا بغض نظر عن الاوزان باخد 12 جزئ H2S زائد 6 CO2 وبمتص الطاقة بصطة كل الروفيل بكتيري فبيديني C6 H12O6 زائد 6 H2O زائد 12 S بيترصب تحت اللي هو مين ده الكابريت ده اللي بيخلي لون المية اغضر هقول لك ايه العلاقة ما بين تواجد تواجد البكتيريا دي وبين ترصيب الكابريت كل ما تكون البكتيريا موجودة في مية البرك والمستنقعات ايات موجودة كل ما تكون موجودة انا برصب كابريت وبترى العلاقة بتبقى ايه ترضيه عشان كده كل يوم عن التاني بتلاحظ ان المية عمالة بتغمأة او بتغضر اكتر من التانية بسبب ترصيب مين بسبب ترصيب الكابريت طيب تعال نشوف بقى مصدر الاكسوجين المتصاعد لما نجي نعمل الكلام ده كله على المية يعني في النباتات الخضراء في النباتات الخضراء بص كده انا عندي الاكسوجين العادي بيكون او 16 في اكسوجين تاني بيكون اسمه اكسوجين مشاع بيكون او 18 او او 18 ماشي فانا هعمل تجربتين اول تجربة ان انا مرة استخدم مية عادية هي اطمية عادية اتش تو او زائد ثاني اكسيد الكربون بس بيكون في مين بقى بيكون في اكسوجين مشاع او او 18 فبلاحز ان اللي هيطلع معايا مين بقى اللي هيطلع معايا هو سي الجولوكوز طبعا سي ست اتش اتناشر او 18 ناشي زائد اتش تو زائد او تو بيتساعد ودي هتبقى او 18 انا بس اعايز اعمالها عشان خاطر تقرف ان انت ايه تحفظها بالزبط طيب دي كانت اول تجربة التجربة التانية ان انا هجيب مية اتش تو بس هحط في المية دي اكسوجين مشاع زائد سي او تو تشيدي كده طيب فهيديني سي ستة عادي اتش اتناشر او ستة زائد اتش تو او زائد بس لحد هنا كفاية هاخد او تمنتاشر اللي هيطلع معايا هو مين هو ال او تمنتاشر طبعا المعادلة دي مش موزونة انا هوزنها لك دلوقتي بس الفكرة انها اوaldo اتو اول حاجة فيه اكسوجين مشاع من الي طالح فيه اكسوجين مشاع الجولوكوز و المية يو بو مصدر الاكسوجين اللي موجود في الجولوكوز و المية هو الاكسوجين اللي بيدخل gyوج bueno طيب ولما استخدمتك تنية Belt ago تلاعلي جولوكوز عادي ولكن ما استخدمت me اكسجين مشاع في المية اللي ده خلق مين اللي طالح فيه اكسجين مشاع هو الاكسجين المتصاعد طيب يبقى احنا كده بنستخدم او بنستمتج ان مصدر الاكسجين المتصاعد اللي احنا بنشمه هي المية المية اللي بيمتصها النبات طيب تعالوا شو بقى عدد جزائيات وزارات الاكسجين المتصاعدة عند تكوين الجولوكوز والفيسفو دي هنا برضو شوية افكار كده حلوة انا عندي حاجة اسمها جزائي اكسجين وحاجة اسمها زارة اكسجين نميز ما بينهم دي اسمها زارة اكسجين لكن ده اسمه جزائي الجزائي بيبقى عبارة عن O2 شكل الجزائي او زارة اكسجين مسكها في زارة اكسجين يبقى الزرها هي زارة واحدة لكن الجزائي او O2 طيب تعالوا نعمل المعادلة بقى بس المرضى هنوزينها كويس يعني معي 12 H2O زائد 6 CO2 هيديني C6 H12 O6 زائد 6 O2 6 H2O زائد 6 O2 دي مين دي اللي بتتصع فلما اجا اقول لك عند تكوين الجلوكوز عند تكوين جزائي جلوكوز عايز اشوف عدد زرات الاكسجين عدد زرات الاكسجين تضرب للستة في اتنين يبقى بكام يدوني 12 زرات طيب ليجوي تقولت لك عدد جزائي ات الاكسجين ده كده الجزائي هتقولي انا معي 6 جزائي ات ايه بس جزائي ات طيب عدد جزائي ات نات بي اللازمة هيددوني كام انا باخد كم مية 12 مية وكل مية كل مية باخد لها نات بي واحد يبقى انا عايز 12 جزائي 12 جزائي نات بي طيب ده ده عند تكوين جزائي جلوكوز عند تكوين جزائي جلوكوز طيب لو انا لعبتلك في السؤال شوية قلتلك عند تكوين جزائي بجال اللي هو مين بقى اللي بتكون بعد سنتين اللي هو بتكون بعد سنتين اللي هو مين نص الجلوكوز فانا هشوف بقى عايز عدد عدد زرات الاكسوجين هيددوني كام بقى النص يبقى 6 زرات عايز عدد جزائي ات الاكسوجين هيددوني 3 جزائي ات ماشي عايز عدد جزائي ات عايز بقى عدد جزائي ات عدد جزائي ات النات بي هيددوني كام هيددوني اه طبعا كنت بحتاجت نشر بحتاج 6 ايه 6 جزائي ات يبقى يخلي بالنا من الافكار دي طيب لعبلك بقى في سؤال كوي عدد جزائي ات خالص كده وقالك بالنسبة للاكسوجين متصاعد وسانوكسيد الكربون لو انا جيت مثلا في حتة كده قلتلك هو الكولوروفيل اللي تركيبه ايه تركيبه تركيبه سي ستة اتش اتناشر وستة اه لا ده ده الجلوكوس الكولوروفيل اللي تركيبه سي خمسة وخمسة اتش اتنين وسبعي او خمسة ان اربع ام جي السؤال هنا بيقولك بقى في تجربة مثلا في تجربة العلم فن نيل انا استخدمت كربون مشاع استخدمت ايه كربون مشاع اهود ماشي اللي هو سي 14 واستخدمت اكسوجين مشاع اللي هو مين intro ١ brand مين اللي هيطلع في التفاعل ده من التفاعل اللي قدامي ده كده من اللى او النواتيك دي مين اللى هيكون فيه كربون مشاع ومين اللي هيكون فيه اكسوجين مشاعر فانا لما سألت الطلبة موظم الطلبة قالولي الجلوكوز واللي قال لي مش عارف المية هيبع فيها كربون يا جماعة ده تركيب الكولوروفيل مالوش علاقة مالوش علاقة خالص بالله هيطلع ان شاء الله يا رب استخدم فيه عفريت يعني بص لو قلت بص فيه عفريت مين اللي هيطلع هنا فيه عفريت مفيش حي حاجة هو ضمن المواد الداخلة في التفاعل هو مش داخل للتفاعل اصل يعني السؤال ده كان جاي في الاختبارات بتاعت الاختبارات الشهرية فدلوقتي انا ده ده اللي داخل في التفاعل مين المية وسنكسود الكربون لو لعبت في المية وسنكسود الكربون اه النواتك تتغير لكن لو لعبت في اي حاجة تانية ماليش داعه الكولوروفيل ده بيمتصل الطاقة الضوئية حطيت فيه بقى مشاع ما حطيتش مشاع انا مش هتأثر باي حاج خالص فلو قال لك انا هستخدم كربون مشاع هستخدم اكسوجين مشاع مين اللي هيطلع فيه الاكسوجين هيطلع عامل ازاي وسنكسود الكربون او الجلوكوس هيطلع عامل ازاي ده هيطلع عادي وده هيطلع عادي انا مش دعوة به انا ليه دعوة بالسنكسود الكربون اللي داخل في التفاعل والمية اللي داخله في التفاعل طيب كده يبقى خلصنا معظم الافكار اللي بتكون موجودة هنا تعالى فضلينها بقى مين فضلينها تركيب الورقة حاجة بسيطة كده وحاجة اي دلع كده في الاخر انا لو معي مثلا ورقة و الورقة دي كده اعطها جيتا اهوت دي كده ورقة hadith وأضعتها و جيتا ابص فيها فانا معي 3 انسجة معي 3 ايه؟ 3 انسجة اول نسيج هو نسيج البشرتين العليا والسفلي دي كده البشرة العليا عبارة عن ايه؟ خلايا برانشيمي اهيت خلايا برانشيمي البشرة العليا والبشرة السفلي بيترسب عليها طبقة من من؟ طبقة من الكيوتين و احنا عارفين الكيوتين ده بيكون غير منفذ للماء. غير منفذ للماء. طيب هي بتترصب عليها كلها ولا معادة الصغور? لا معادة الصغور. والصغور دايما بتكون اكتر اكتر في فئة الاسفل. بتكون اكتر فين? في الاسفل. يعني اكتر في الطبعة ايه? او في البشرة السفلية. طيب ماشي. الكيوتين موظفيتها ان هي بتمنح فقد المية. وبالتالي بتزداد في النباتات الصحراوية. يعني طبعة الكيوتين تزداد في النباتات الصحراوية. فمسلا انه جبت لك تلات نباتات. قلت لك ان ده كده سمك الكيوتين. وهنا كده هحط لك ايه? ده كده سمك نبات واحد وده نبات اتنين وده نبات ثلاثة. ده واحد وده اتنين وده ثلاثة. فاقول لك ان واحد ده هيكون نبات صحراوي. اكيد زي مثلا مين? زي صبار. يبه واحد ده نبات صحراوي. النبات اتنين ده نبات عادي زي مثلا الفول. النبات تلاتة ده كده نبات مائي. نبات مائي زي مين? نبات اسمه ورد النيل. ونبات مثلا الالوديا. الالوديا المائي. الالوديا المائي. ما بيكونش عندها كيوتين. ليه? لانه اصلا عايش في المي. هو عايش في المي. وبالتالي هيحتاج الكيوتين فيه. الكيوتين ده وظيفته انه هو بيمنح فقد الماء ابا هيزداد سمكه في النباتات الصحراوي. طيب تاني نسيج معايا هو النسيج المتوسط. تاني نسيج معايا اسمه النسيج المتوسط. طيب ليه اسم تاني اسمه النسيج الميزوفيلي. يبقى المتوسط او الميزو. الميزوفيلي. طيب النسيج الميزوفيلي ده بيتكون من طبعتين. الخلايا هي تشبه العوامي دهيت. اسمها اه طبقة النسيج العمادي. تمام? وبتحتوي على عدد كبير من البلاستيدات الخضراء. عدد كبير من البلاستيدات الخضراء وبالتالي بتعمل بناء ضوء اكتر اهو. العمادي بيكون فيه عدد كبير من البلاستيدات. انا عندي برضو الطبقة الاسفنجية او النسيج اللي تحت بيكون فيه بلاستيدات بس بيكون عدد قليل. علشان كده اقول لك سطح الورق العلوي بيكون اكسر اغضرارا من سطح الورق السفلي. السطح العلوي بيكون اكسر اغضرارا من السطح السفلي. طيب تعالا هنا نشوفها كده بص كده. دي كده الطبقة الايه العمادي. وده كده الطبقة الاسفنجية. هنا بيكون فيه بلاستيدات خضراء كتير. بص كده في الخلية ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وكان فيه برضو حد سألني وقال لي البلاستيدات خضراء اه نخلي بنا ان هي بتكون متحركة. يعني ايه عضيات متحركة. يعني ايه متحركة? يعني لو كان الضوء جاي جديد من فوق بتنزل هي لتحت. طيب لو كان الضوء قليل بتطلع لفوق. يعني مسلا لو جيت في وقت الظهر كده بتلاحز البلاستيدات خضراء يعني الظهر. البلاستيدات بتتلع لفوق. طيب مسلا المغرب. الضوء بيكون قليل. والتالي البلاستيدات اه لا. الض dovري البلاستيدات بتنزل لتحت. التوا dry بتنزل لتحت لي. لانه في وقت الضوء. الضوء بيكون شديد. وبالتالي هي مش عايزة ضوء شديد. هي عايزة مسلا مستوى معين من الضوء. فهي حرقتها بيتفيتها ان هي بتحافز على المستوى معين من الضوء اللي هيا عايزها. في وقت الضوء ظهرها. الضوء شديد هي تنزل تستخبه هنا كده. طيب المغرب الضوء لايه لا تلاها طلعت لفوق. عشان خاطر تمتص ايه طاقة او كمية طاقة معينة. فهي بتتحرك على حسب ايه? على حسب الضوء. نخلي بنا من حاجة زي كده. طيب انا عندي طبقتين. طبقة عمادية وطبقة اسفنجية. طبقة العمادية بتحتوي على عدد كبير من البلاس الخضراء الاسفنجية لا. يكون فيها مسافات بينية. مسافات بينية للايه? للتهوية او التنفس. في مسافات عشان خاطر مسلا سنوكسيدوكاربون يدخل. الحيطة دي اسمها غرف هوائية. ودي كده اسمه صغر. دي اسمها غرفة هوائية. اللي طبعا خدناها فين? خدناها في النطح. يدخل مسلا هنا او يدخل من هنا مثلا اتشتو اللي هو بخار الماء. ويخرج من الصغور. وطبعا الصغور بيحرصها خلايا اسمها خلايا حارسة. خلايا حارسة. طيب وبالتالي كده انا عندي الطبقة العمدية بيكون فيها عدد كبير من البلسال الخضرة يعني هتعمل بناء ضوئي بكمية كبيرة بناء ضوئي بكمية كبيرة وبالتالي هتستهلك اكسوجين اه هتنتج اكسوجين كتير وكمان هتستهلك ساني اكسيدوكاربون كتير وهيكون فيها نشا كتير. تاني الطبقة العمدية هيكون فيها بناء ضوء كتير. فهتنتج اكسوجين كتير وهتستهلك ساني اكسيدوكاربون كتير وهيكون فيها نشا كتير لان هتكون لي جولوكوز كتير. هتكون جولوكوز كتير. طيب نجي بعد كده للنسيج الثالث وهو النسيج الوعائي. اسمه النسيج ليه? الوعائي. لهو مين الخشب ولوحاء. اه بص بق دي كده نحية الخارج. او نحية ليه? الطبقة العليا. ودي كده هتكون نحية ليه? الداخل. فانا بحفظها خه خه خه. الخشب الخشب بيكون نحية الخارج وبيني للمواد الخام. يبقى ده كده خشب. بيكون نحية الخارج وبيني للمواد الخام. يبقى اللي تحت ده يكون مين? هيكون اللوحاء. يبقى انا معي خشب ولوحاء. الخشب نحية الخارج في الورقة. هو بيكون العكس في الصوق. بس بيكون نحية الخارج في الورقة وبكده نبقى خلصنا تركيب الورقة وكل الافكار على درس البناء الضوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته